ابتسامة النجاح ارتسمت على هؤلاء الخريجين وهم يعتلون منصة التتويج في هذا اليوم توقنا بثمارة هذا القد وفرح التخرج أكيد فرحة كبيرة أبارك لنفسي ولكل خريجين والخريجات حاسة الأولاين كانت صعبة جدا علينا والقانب السلفستري كان حاضر بقوة معنا شعر جميل بصراحة وننتظر من فترة والحمد لله بعد تعب وجهد حشناها اللحظة الحمد لله أتمنى للجميع الخريجين إن شاء الله لأنخراط في العمل في سوق العمل وخدمة هذا الوطن طلاب وطالبات جامعة صحار احتفي بتخريجهم في لحظة طال انتظارها بعد عناء الدراسة التي تكللت بالنجاح تعلمنا أشياء جديدة في الأولاين من بعد قهد اللي بدلناها في قيمة الصحار اليوم فرحتنا كبيرة في هذا المصر ثالثة تعليم رسالة خالدة والكادر التدريسي سلمنا هذا الرسالة ونحن رح نستمر حاملين هذا الرسالة ورح نسلمها غيرنا ونحافظ عليها من خلال التدريس من خلال الاهتمام بالاقتصاد أبارك لنفسي والزملائي الخريجين بهذا التتويج اليوم من بعد تعب خمس سنين الحمد لله وصلنا لهذه اللحظة هكذا هو المشهد فهذه الكوكبة قد تسلحت بالعلم والمعرفة وسقلت بمهارات ستعينها على أداء الحياة العملية من أجل بناء هذا الوطن أبارك للجميع والأهالي أيضا الذي لهم الوقفة التامة لكل طالب وطالبة لإنجاز هذا الإنجاز الحمد لله أولا أوجه شكر كبير للهيئة الأكاديمية والهيئة الدريسية في جامعة صحار على المجهود فرحة ما توصف تماما لأنها فرحة تخرج وذملائي من كلية القانون كذلك اليوم الفرحة فرحة ما توصف عنده بروحك عارف كيف الشعور وكيف هذا أنا ما قدر أوصف شعوري اليوم ما نقدر نوصف الشعور لا يصل الناس إلى حديقة النجاح دون أن يمروا بمحطات التعب والفشل واليأس وصاحب الإرادة القوية لا يطيل الوقوف في هذه المحطات إسماعيل بن إبراهيم الحضرمي مسقط